هاي بناتش أخباركم اليوم بيكون الفيديو إن شاء الله عن أحسن مزيلات المكياج اللي أنا أستخدمها حالياً واللي أنصح فيها أول مزيل مكياج بتكلم عنه وهو اللي أنا وايد منتحمسة عليه الكلينيك تيك دي دي اوف كلنزنج بان طبعاً هذا أي دد مزيل مكياج أنا خذته وايدين تكلموا عنه في يوتيوب وايد علي ريبيوز وايد كنت متحمسة لأجربة لأن الكونسبت ما لنوعاً ما يديد طبعاً هو مثل ما تشوفون عبارة عن بام الحلو في هذا البام أنكم تأخذون شوية بيتكم وتمسحون في الويهة أو تسوون مثل المساج ويبدأ الميكيب يروح يتفتت يعني أو يذوب الحلو فيه أن هذا وايد يرطب البشرة يعني ما تحسون من عقب ما تستخدمون أنه هاعش أو أنه يجثث البشرة أو يعطيها مثل ملمس خشن بالعكس وايد ناعم على البشرة ويشيل كل الشيء طريقتي أنا في استخدامه أني أخذ شوية منه باليد وأبدأ أسوي مساج حق كل الويهة طبعاً يشيل كل شيء العين اللبس الويه كامل كل شيء يشيله وعقب ما أسوي المساج أغسر ويهة عدل بالماء وذات ست يكون شلي كل شيء سو بسوي لكم الحين دمونسترشن عشان تفهمون خاصتي عن الفيسبول لأنه أكيد في وايد منكم يمكن ما يعرفون أنه فيه منزلات مكياج بهالطريقة فعندي هني تاتو لينر مع الكاتفوندي باحط منا بهالطريقة على اليد باخذ الندفة من البوم بهالشكل وبسوي مساج حق يدي شوفوا شلون قاعد يشيل كل الايلاينر اللي أنا حطيته على اليد وعهم شي انكم تتمون تسوون مساج لما تحسون أنه كل الميكوب إن شاء الله والحين باخذ كينكس نظيف وبشيل في البقايا نظف اليد فحلو وايد وايد أحبه وأنصح فيه فيه نوع ثاني أنا تكلمت عنه قبل على ماي سنابشات من زمان أنا أستخدمه وبعد كنت أقول أني وايد أحبه لأنه نفس الطريقة تقريبا وأتوقع هذا شوي أرخص من كلينيك هو كيلين ديزولفت ميكوب ملت كلنزينج بوم نفس الشي يفعل به بس ألبته شوي أصغر من كلينيك مو بشوي تقريبا نص حجمها ونفس الشي من داخل اللي حلو فيه هذا إي مع بيتل سباتشلا وهذا أهوى من داخل طبعا أنا كنت مرة مشتغلة مع كيلين وقالوا لي أن هذا نفس الشي تسوون مساج على الويه بس آخر شي تشيلونه بس بالكليينيكس طبعا أنا ما أحب عقض ما أخلص من المساج وأشيل كل الميكوب أمسح الاثنينة أمسحهم بالماء يعني أريد أغسل الويه بالماء عشان تأكد أن كل شي طار من على الويه هذين أول اثنين تكلمت عليهم وهو نفس الكنسفت تقريبا الحين بتكلم عن ميكوب وائد مشهور ووالين يستخدمونه وأنا ما أحبها اللي هو نيتروجينا اسمه نيتروجينا ديب كرين ميكوب ريموبر طبعا هذا متوفر في صديديات الحلو في أنه وائد 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 قوي يمسح كل شي يمسح الواتركروف ميكوب يمسح كل شي بس في مشكلة واحدة أنه مرات ممكن يحسس البشرة من كثر ما هو قوي مرات ألاحظ أنه يتطلع الحبوط مو بدايما مرات يوم تكون بشريتي شوية حساسة بزيادة يطلع الحبوط فأضطرني أوقف استخدامه هذا هو عيبة الوحيد غير عن شذيه هذا هو أقوى ميكوب وايب موجود في السوق من رأيي الميكوب وايب الثاني هو بعد من نيتروجينا بس هذا يختلف لأن هذا Hydra Boost Cleanser يعني هذا شوية يعطي ترقيب للوي ومش بنفس قوة هذا اوكي اثنين هم يشينون الميكوب واثنين هم وايد أقوية فعنهم يشينون جميع أنواع الميكوب بس هذا شوية تحسونها مور جنتل على الوي ما تحسونه يشيل كل الترطيب من البشرة هذا تحسونه أي تحسون الويه من عقوب ما تستخدمونه وايد شاد هذا لا يرقب الويه ويشيل كل شيء أي مكتوب أنه يشيل مسكرة مقاومة للماء ويعزز ترطيب البشرة سأتوقع نزله هذا كبديل عن هذا لأن هذا وايد قوي وممكن أنه يشيل زيوت البشرة الطبيعية هذا لا هذا يريد لها ترطيبها الآن أتكلم عن مزيلات ميكياج العيون اللي أنا وايد أحبهم طبعا مثل ما تعرفون ميكوب بالعين لأننا نستخدم كحل وآي لينر ودارك أي شادو فلازم يكون فيه أنا بعد قادي لازم يكون فيه مزيل ميكوب خاص بالعين فأنا أحب استخدم كلارنس إنستنت آي ميكوب ريموفر وواتربروف وميكوب هذا وايد قوي وأنا أستخدمه من زمان ولا نحي موجود عندي هذا من النوع اللي نخضرونه عشان يختلط المركب اللي داخل المزيل لكن الحلو فيه أن يشيل كل شي تحطون منه على القطنة وتشيلون فيه ميكوب العين مرة واحدة وايد قوي والحلو فيه أن يتم معاكم فترة وايد طويلة هذا هو أحد من ميكوب ثلاني وزيل مكيانج للعين بعد وايد أحبه وعند يام من زمان والعين حي ما خلصه هو فيتشي واتربروف آي ميكوب ريموفر نفس الشي هذا يشيل جميع أنواع الميكوب العين وما ياخذ معاكم وايد وقت يعني على طول يشيل الآينينر القوي والآي شادو وكلها فيا هذا بعد أنصح فيه طبعا متوفر في الصيدليات آخر شي بتكلم عنه اليوم هو الميسيلر ووتر طبعا الميسيلر ووتر مستوي مثل موضة الكل يستخدمونه والحلو فيه أنه وايد خفيف وتحسون أنه نفس الماء تقريبا لان ما تحسون أنه فيه كيميكلز وايد فأنا أحب أستخدم طبعا القارنية ميسيلر كلانزينغ ووتر هذا وايد حلو وطبعا مثل ما قلت لكم مثل الماء ما تحسون فيه أنا طبعا أستخدمه حق عقب ما أشيل الميكوب لأن الميسيلر ووتر براي مو قوي كفاية أنه تستخدمونه كمزيل المكياج الأساسي لازم تستخدمونه شي قوي مثل مثلا هذيلا الوايبس من عقب ما تخلصون تغسلون ويهكم بالغسول العادي مالكم وعقب تستخدمون هذا عشان تتأكدونكم شلتوا بكل شي من على الوايه تستخدمونه باقتنا عادية وتمررون على كل الوايه وايد يساعدكم إنكم تتأكدونكم من الصج نظفة ويهكم كل من الميكوب وتقدرون بعد تستخدمونه الصبح عقب ما تغسلون ويهكم بعد عشان إذا تم في شي من الميكوب إشيلا فهذا هو أول ميسيلر ووتر والثاني اللي قمت أستخدمه مؤخرا وهو نيفيا اسمه Daily Essentials Sensitive Caring Micellar Water بعد نفس الشي حلو وخفيف ومثل ما قلت لكم أنا ما استخدمه كمزين ميكياج أستخدمه عقب ما أغسل ويهي عشان أتأكد إن شلت كل الميكوب من على ويهي وبس هذا كان فيديو اليوم إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسون تساون لايك وسبسكرايب وكومنت إن شاء الله أجبكم في اليوم Bye Bye